السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الزراعي الصف الثاني إن شاء الله بيسعدنا النهاردة نكون معاكم في الوحدة الثلاثة My dear student is at agriculture school grade 2 we are happy to introduce today unit 3 النهاردة في unit 3 هنفتكر مع بعض what we have learned in unit 2 and unit 1 بنعمل مراجعة سريعة على unit 1 و2 وبنشوف إزاي بكتب خطاب رسمي أو خطاب عمل وبنشوف النهاردة الباست سيمبل and how to use باست سيمبل in this unit وبنقرأ في الوحدة الثالثة how is farmers today and how was farmer in the past بنشوف المزارع في العصر الحديث والمزارع في العصر القديم وإزاي الزراعة دلوقتي بتتطور باستخدام وسائل الزراعة الحديث نبدأ مع بعض كده إن شاء الله ونشوف farmers in and now المراكعة بتاعتنا بنشوف number one choose the correct answer from A, B, C or D سؤال بيتكرر معاك في الامتحان وبيكون ليه أربع اختيارات number one we get from food we get وعندنا space from food we get wheat we get blood we get beans we get energy المفروض أنت الكلام ده خدته وترجمته قبل كده وحفظته فعايزين الكلمة المناسبة اللي تكمل بيها الجملة هنحصل على ايه من الطعام we get ايه we get wheat ولا we get blood ولا we get beans لا هنقول we get energy الenergy يعني الطاقة احنا قلنا في الوحدة التانية ان احنا we eat and we have breakfast and we have lunch only this food to give us energy الطعام ده كان علشان يديك طاقة to do your work بتمارس بها عملك اليوم يبقى ده كان اهم عنصر موجود في الغذاء ان الغذاء يوفر لك طاقة كافية انك تأدي واجباتك وحياتك اليوم بنشوف السؤال التاني we grow in Egypt we grow what in Egypt wheat ولا meat ولا fat ولا milk لو انت فاكر انك في درس المحاصيل الزراعية خدنا اكتر من محصول زراعي بان زراعه موجود معانا في مصر ايه من المحاصيل دي موجود قدامك في السؤال we grow what هتقول we grow meat مثلا يعني لحمة ولا we grow milk يعني اللبن ولا we grow fat يعني الدهون in Egypt لابقى احنا عندنا كان من احد المحاصيل الزراعية الرئيسية we grow wheat wheat اللي هو الام بنشوف السؤال التالت to be healthy you should have احنا تكلمنا في درس التغذية how to be healthy and how your food should be healthy قلنا ان الطعام منقسم عندك الى healthy food و unhealthy food to live a life good life علشان تبقى حياتك سليمة او جزء فيها سعيد خالي من الامراض you should always take healthy food you should always take healthy food قلنا الطعام الصحي ضروري جدا اي من الموجود قدامك من الاختيارات دي في الطعام الصحي to be healthy you should have much fats ولا break fast ولا sugar ولا cakes يلا مين مفاكر انا سامحة دي بقول اهو اهو علشان انت تكون حياتك صحية لازم تتناول هنا كلمة have بمعنى يأكل بتساوي كلمة eat مش يملك يبقى you should have you should have much fats ولا you should have sugar ولا you should have cakes لا احنا ساعتها قلنا ان ال cakes don't give you healthy food يبقى الاجابة الصحيحة you should have break fast الbreak fast اللي هي وقبة الافطار وكلمنا في الدرس دا ان العلماء قالوا ان وقبة الافطار it is very useful for everyone to start his day and be healthy بنشوف question number 4 two green houses on the farm two green houses on the farm يعني عندنا مزرعتين فيهم ايه سبتين زراعي يبقى احنا هنا بنفتكر درس المفرد والجمع هنشوف لما خدنا في المفرد قلنا بناخد there is for only some singular للمفرد البلولر كنا بناخد معاه there are طبعا عندي هنا two green houses two green houses يبقى دا مفرد ولا جمع ابرافو يبقى هاخد زر is ولا هاخد زر are ولا هاخد زر بس ما ينفعش تاخد زر بس من غير الفعل المساعد لازم تقول there is للمفرد او زر are للجمع يبقى الاجابة الصحيحة there are two green houses on the farm عندنا هنا اتنين صوبة زراعية موجودين في المزرعة question number five they have a couched couched اللي هي حظيرة الابقار ركز معايا في الجملة وافتكر الجملة دي في اي زمن انت درسته انت درسته دا في present simple ولا في present continuous هتكون الجملة واضحة قدامك جدا ان دا present simple طيب في present simple ينفع اقول they are have ولا اقول they aren't have ولا اقول they doesn't have ولا هقول they don't have من فاكر من فاكر قلنا في present simple اننا علشان اعمل negative للفعل لو تفتكر ان احنا قلنا في الدرس دا علشان to make a negative sentence لما بتعمل نفي للجملة وتبص في الجملة الاول لازم تشوف لو انت بتنفي فاعل رئيسي يبقى انت محتاج يا اما don't يا اما doesn't يعني مثلا انا عايز اقول I like انا احب طيب لو انا عايز اقول I don't like يبقى انا لا ايه لا احب يبقى هنا هركز على الفعل معايا don't ومعايا doesn't قلنا don't بتاخد I و you و we و they و doesn't هتاخد he و she و it وبييجي بعديهم الفعل في ال infinitive يعني الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات يعني لما هنشوف don't او doesn't ما حطش للفعل ولا s ولا es ولا ing ولا اي شيء يضاف لي بسرعة كده بص على الشاشة كده الاجابة بقت واضحة قدامك يبقى هناخد زي اي 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 و برافو يبقى زي don't have a cow shit زي don't have a cow shit لا يمتلكوا حظيرة ابقار في المزرعة بنشوف number 6 they are the groups هنا they يعني هم are the groups والاي والمحاصيل هنرجع لدرسي تاني اللي هو present continuous لو انت تفتكر ان لما خدت في present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر كان بيكوّم من subject من الفاعل وقلنا بعد الفاعل بيجي am او is او are وبعد ما بيجيب am او is او are i use the verb plus ing لازم احط للفاعل ing وقلنا الفرق ما بينه وبين present symbol ان present symbol كان بيعبر عن العادات اليومية اللي بنعملها كل يوم لكن present continuous express about action now add the time of speaking دلوقتي في وقت الكلام هم الفلاحين بيعملوا ايه بيزرعوا بيحرسوا بيبذروا يبقى الحدث شغال add the time of speaking دلوقتي انا بتكلم يبقى i am talking انت حضرتك بتعمل ايدا وقتي بتسمع فتقول i am listening او i am watching طب لو انا بكتب يبقى i am writing طب لو he او she او it هقول he is writing طب في الجامع بقى كنا بناخد ايه احنا كده عارفنا مع الاي هاخد ايه مع he و she و it باخد is طب في الجامع اللي هو و you و we يعني نحن و they يعني هم هاخد r بالاضافة للفعل وبعد كده حبت للفعل ing يلا بسرعة كده الجملة قدامك بقيت واضحة جدا يبقى they are a ينفع اقول they are collect طبعا خطأ تماما ما فيش فعلين مع بعض يورا بعض كده واقول they are collect لا الفعل هنا في s لما تيجي am او is او r ما بضيفش للفعل s طيب they are collected يبقى الفعل في البست ومع r لا طبعا مش هينفع يبقى الاجابة الصحيحة الوحيدة اللي هي number d they are collected بنشوف دلوقتي مع بعض في جزئية تانية في الوحدة اللي هي الرايتنج والرايتنج هنا موضوع مهم جدا how to write an email letter او business letter عندنا دلوقتي بقى في email في الكتاب كان جايب letter خطاب رسمي او خطاب شغل انت بتبعث رسالة لمزرعة محتاج منها ادوات او بتبعث رسالة لمصنع انت هتشتغل معاه وده سؤال مهم جدا في الرايتنج نشوف مع بعض the form of the letter هنشوف الصيغة عاملة ازاي هنا زي ما انت شايف كده واضح جدا على الشاشة قدامك الصفحة لازم اقسمها الى عنوانك انت عنوان مزرعتك الرئيس اللي انت بتتكلم منه وعنوان الشركة اللي انت بعت لها الخطاب كتبنا اهوة الوفاء فارم 125 دلتا رود طنطا ايجيب يبقى المزرعة بتاعتنا موجودة فين طيب انا بكلم مين بكلم مدير المبيعات اللي موجود في شركة اي بي اس كامبني في لندن اي مكان انت بتبعت له يبقى لازم بيكون نفس الشكل هنبدأ في نص الخطاب او الموضوع اللي انت بتتكلم عنه فبتقول دير سير عزيزي الفاضل او سيدي العزيز ويز ريفرانس ويز ريفرانس يعني بالمرجعية الى يعني الاستفسار اللي انت بعدت لنا رسالة بخصوصه او الخطاب اللي احنا بعدته هنا بنرد عليه كان ديتد دي اهم جزء في الخطاب ان الخطاب ده كان بتاريخ كان ديتد والتاريخ بيكون مفتوح لك بتكتبه ومفيش مشكلة اي ود لائك تو جيف يو ذا انفورميشن اي ود لائك تو جيف يو ذا انفورميشن اود ان اخبرك المعلومات اللي انت محتاجها احنا بنصدر ايه والمنتجات الرئيسية موجودة عندنا ايه يعني ارفقت اليك قائمة الاسعار اللي هي ضريبة الشحن او مصريف الشحن orders orders usually take الorder عندنا دايما هياخد وقت قدي يبقى انت هنا عندك مكونات اساسية للخطاب عنوانك وعنوان العميل اللي انت بتكلمه تاريخ الخطاب وتاريخ الorder جاي لك امتا او هيوصل امتا وتفاصيل المنتج اللي انت هتبعته او اللي انت محتاجه وكمان قائمة الاسعار وعليها كمان يبقى دول اهم مكونات الخطاب الرسمي اللي انت هتبعته انت مش بتسلم عليه ولا بتطم لا ده خطاب شغل عنوانك وعنوانه والمطلوب منك او المطلوب من العميل بتاعك والتواريخ اللي انت هتسلم فيها او تستلم فيها والمصاريف اللي احنا هندفعها او احنا محتاجينها من العميل الاخر وده درس مهم جدا عندنا في الكتاب نشوف مع بعض حاجة تانية الوحدة اصلا كانت بتتكلم عن فارمرز زين اند ناو يعني ايه اصلا بيتكلم عن الفلاحين وحياة الفلاح دلوقتي وحياة الفلاح اند باست وكمان المزارع بتاعتنا هاو اتشنج ازاي المزرعة اتغيرت وطرق الزراعة اتغيرت فروم ذا باست اب تل ناو دلوقتي احنا بنعيش في عصر التطور التكنولوجي والتطور التكنولوجي بقى مفيد لكل المجالات ويستخدم في كل مناحي الحياة الفلاح كمان مش بعيد عن التطور التكنولوجي والمزارع بتاعتنا مش بعيدة عن التطور لا بدأت مصر تخش في التطور الزراعي واستخدام الالات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في الزراع وقلنا قبل كده ان التكنولوجيا الحديثة ليه مفيدة لانها بتوفر لك الوقت بتوفر وقت وبتوفر جهد وبتعمل ايه تاني وبتزود الانتاج المحصولي يبقى انا عندي تلات اشياء مهمة جدا باعتمد عليهم لما اطور المزارع او لما استخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بوفر وقت كتير جدا بوفر عدد من العمال اللي شغالين في المزرعة بوفر المجهودات بتاعتهم الأعمال البدنية او المجهود العضلي اللي كان بيقوم بالفلاح بصورة مرهقة جدا الالات بدأت تريح العنصر البشري والحاجة الاهم اللي انا بعمل ييلد بزيد الانجريز بتاعتي البروداكشن او زا مين كروبس هنشوف مع بعض في الوحدة المفردات الرئيسية الموجودة في الدرس يلا مابا الفكابلوري فار يعني مزرعة طيب فارمر المزارع او الفلاح تراكتورس تراكتورس سامسينج وي يوز تو بلاو زا لاند عشان احرط الارض بستخدم ميكانيكال بلاوس اللي هو المحراس التكنولوجي او المحراس التكنولوجي من الادوات او المعدات الحديثة بعكس المحراس البلدي اللي كان بيستخدموا الفلاح بتشوف مع بعض كاوس كاوس ده الحيوانات اللي هو الابقار اوكس الصور الكبير اللي كان بيجر المحراس البلدي عند الفلاح في مصر القديمة سيتس البزور او التقاوي بلانت اللي احنا بنزراها النباتات ديفيكلت صعب جدا او هورس الحصان فيزيكل وورك اللي هو العمل الطبيعي الهايدرو بونيكس ده نوع من انواع الزراعة الحديثة اللي بيسموها الزراعة المائية اوكي بنكمل بنشوف مع بعض هنا اهي فارم زي مواضح قدامك في الصورة ان احنا بنستخدم معدات حديثة ونستخدم ونستخدم بتاخد احتياطات الامان الكاملة بيك وانت بترش وانت بتبذر بحيز ان ما تتعرضش لخطر صحي او تصاب باحد السميات المستخدمة في الموبيلات لا انت على طول لما بكون عندك شغل بترتدي ملابس الامان عندي هنا سويل تيستيس والسويل تيستيس دي مرحلة مهمة جدا وده بفضل المودرن تيكنولوجي ده طبعا كله يرجع الى الابحاث الجديدة هعمل ايه في المرحلة دي سويل تيستيس السويل يعني التربة والتيستيس يعني اختبارات واضح جدا من الصورة في المجال ده المهندسين الزراعيين بيبتدوا يعملوا ابحاث عن الارض دي هي مناسبة ازرع فيها ايه وقدي ايه هي قيمة خصوبتها وانا محتاج احط فيها ايه وهتحتاج قدي ايه من استماد وقدي ايه من التقاوي يبقى السويل تيستيس ده اصبح جزء اهم لاي زراعة او اي انسان بيستثمر في الزراعة محتاج يكون عنده شخص متخصص في السويل تيستيس انه هيعمل تجارب مهمة على التربة مش هاجي ازرع محصول معين في ارض معينة وحط فيها فلوسي وجهدي وادواتي واتفاجئ ان الارض دي كانت انستابل او انفرتل غير مناسبة او كانت غير خاصبة اصلا او ما ينفعش المحصول ده او النوع ده من التقاوي احطه في الارض دي فبنعتمد على ايه على السويل تيستيس قسم السويل تيستيس او اخصائي السويل تيستيس اللي هو المهندس المسؤول عن تحليل التربة ويقولك امكانيات التربة ايه وعمر المنتج اللي يكون فيها قد ايه والانتاج المتوقع منها ايه قبل ما حط فلوسي او قبل ما جيب التقاوي ولجن جزء جدا مفيد في التكنولوجيا نشوف الكلمة كمان اللي بعد كده بيقول لي خلاص واضحة جدا من الصورة ان بعض الفلاحين او المزارعين بيمشي في المزرعة وده طبعا بيكون فيه خطر عليك وانت في الشغل ما ينفعش تمشي كده وما ينفعش تشتغل كده لان ده ويحطك في مواقف خطيرة جدا هنوصل مع بعض للايه Learn Reading الريدنج عندنا في الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن نفس الموضوع بتاع الوحدة اللي هو The difference between farmer's life today and farmer's life in the past انت عندك في كتاب المدرسة نفس القطعة الموجودة دي انا جايبهاي لك فيه نقاط معينة علشان ننقشها وموضوع الريدنج بيتكرر معاك في الامتحان بيجي لك عليه قطعة بسج يقول لك read and a and answer فاحنا بنحاول بقدر الامكان بنبسط لك المعلومة ونديك القطعة محللة وجاهزة جدا هتذكرها وتحفظ الكلمات بتاعتها بحيث ان شاء الله في الامتحان لما تتعرض لها يبقى انت تقدر تفهم ايه المطلوب منك من السؤال نشوف الدرس مع بعض في نقاط الفلاحين نهارده بدأ يعتمد على الالات والمعدات علشان توفر ايه الفيزيكال وورك بتساعده في العمل البدن الآلات بتساعدك انك توفر ايه الوات بنشوف number four new farming methods help farmers to increase the yield of their crops new farming methods يعني طرق الزراعة الحديثة بتعمل ايه طرق الزراعة الحديثة help farmers بتساعد الفلاح to increase the yield yield اللي هو الانتاج المحصولي او انتاج الاخر العام of their crops للمحاصيل بتاعته number five methods of irrigation are efficient هنا نقطة مهمة جدا في number five لما بيقول لي methods of irrigation يعني طرق الري طرق الري في الزراعة الحديثة is very efficient احنا عندنا دلوقتي تحدي كبير جدا how to save water ازاي كمان اوفر مي احنا كنا الاول في التحديات ازاي اوفر وقت وازاي اوفر فلوس بدأت الزراعة الحديثة مع تحديات المية والحفاظ على نقطة المية بيعمل لي طرق رأي جديدة جدا to save the water ما بقاش عندي كمية الفاقد العالية من المياه اللي بتضيع فيه الترع والمصارف وده جزء مهم جدا الدولة give her attention بتعطي كل اهتمامها how to increase the yield ازاي ازرع لان مصر بلد زراعي and how to save water وازاي احافظ على المية الموجودة عندي فطرق الزراعة الحديثة is very efficient is very good to save your water بنشوف number six the hydroponics you don't need soil for growing وصلنا لزراعة جديدة اسمها زراعة الhydroponics يعني الزراعة المائية الزراعة المائية you don't need soil ما بتبقاش محتاج تربة زراعية لا انت بتحتاج مواد معينة بتزرع فيها بيتخدم سطح بلاستيك growing for plant you can use plastic to grow plants نوع معين من البلاستيكات بتستخدم فيها وتحط فيها الزرع and feed the planets وتبتدي تعمل رعاية للمحصول بتاعك with the correct nutrients بالتغذية والمواد المطلوبة تضفها له اللي بيحددها قسم البحث والعلم اللي هو بيعمل الابحاس على الطربة بيكون براعي النبات بتاعك ويقولك انت محتاج ايه وبدأت تحل مشاكل كتيرة جدا بنوفر تربة زراعية ويكون عندي محصول معين من المحاصيل ده اسمها ايه اسمها الhydroponics hydroponics الزراعة المائية بنشوف النقطة الاخيرة all in all all in all يعني خلاصة القول يعني add the end في النهاية في نهاية الموضوع في الكتاب بيقولك farmer's work ان عمل الفلاح is quite different اختلف نوعا ما من الماضي ولكن لا يزال الفلاح هو هو تقريبا بيواجه نفس الصعوبة في العمل العمل مش سهل رغم كل التحديات احنا محتاجين دور الانسان اللي مكون موجود في المزرعة يبقى بيقولي all in all farmer's work is quite different طبيعة العمل اختلفت from the past but something stay the same ولكن فيه اشياء كتير ما زالت موجودة زي ما كانت موجودة فين في الماضي ولن نستغنى ابدا عن العنصر البشر خلص معنا موضوع القراءة وموضوع الكتابة هنشوف الجزء التالت في الوحدة بتاعتنا وهو grammar rules وفي grammar rules انت بتستخدم القواعد علشان قلنا القواعد بتزبط معاك الكلام كله يعني مش هينفع تبعت خطاب رسمي لشركة رسمية وانت كاتب جمل غلط او is مكان are ووز مكان where لا grammar كأنك you should put some salt to your food كأنه ملح بيتحط على الاكل كده لازم يزبط معاك الجمل احنا خدنا في grammar في الوحدة اللي فاتت present simple وال present continuous بنقول باختصار ال present simple كان بيعبر عن عادات يوميا لما قلنا الفلاح كل يوم بيروح الغيط الفلاح work is from morning until night كان ادي كلها عادات او حقائق سبت وبعد كده تعرضنا لل present continuous اللي بيوصف الحالة اللي احنا عليها دلوقتي اللي هو I am working I am listening I am collecting the groups هنوصل لقاعدة جديدة اكيد عارفينها ايه هي كده احنا خدنا كده المضارع وخدنا التعبير عن الحال يبقى محتاجين اعرف how to express about the past الدرس اصلا كان بيعبر عن الماضي الباست simple tense يعني ايه باست simple tense يعني زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط واضح جدا من اسمه يبقى انا بعبر عن حدث انتهت بعبر عن عادة كانت في الماضي ولم تعد تحدث الايه الآن طيب بيتكون من ايه زمن الماضي البسيط على طول احنا عارفين ان الجملة فيها ثلاث اشياء المفعول وبعد المفعول بجيب مكمل الكلام وممكن ما جيبوه فانا عندي دلوقتي في المفعول بتاعي اللي هو ايه والفيرب بتاعنا هيكون في الباست والمفعول نشوف مع بعض الباست سيمبل تنس الباست سيمبل تنس زي ما انت شايف كده ووتش يعني يشاهد طيب الماضي منها ووتشت بلايك عندي هنا بلاي الماضي منها بلايت لايك الماضي منها لايك معي كلوز وبعد كده الماضي منها كلوز بنشوف تراي وبعد كده تراي لو انت رحزت حاجة هنا دي افعال بنسميها الافعال المنتزمة يعني ايه افعال منتزمة يعني فعل عادي جدا ووتش خلناها ووتشت ما غيرتش اي حاجة في الفعل بس عملت ايه في الفعل ضفت للفعل اي دي يبقى انا عايز اركز الاول انا عندي كام فعل في الباست ايه سيمبل عندي نوعين من الافعال في الماضي عندي ريجولر فربيس وعندي irregular فعل منتزم بيتغير شكله بيفضل زي ما هو لكن بضيف له دي او اي دي او اي اي دي ركز معايا انت هضيف للفعل دي انا عندي فعل زي كلمة لايك الفعل لايك او 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 يبقى هضيف بعد اي دي يبقى لايك لايك اي دي يبقى احنا باضافة دي اللي طب ما فيه افعال بنضيف لها اي دي زي الفعل مثلا يعني يشاهد او الفعل يعني ينظف يبقى ده هحط له clean الماضي منه cleaned وwatch الماضي منه watched طب وplay الماضي منها blade يبقى اضيف ما دي او اي دي الحالة التالتة قال لي هتضيف للفعل اي اي دي والحالة التالتة دي مهمة جدا نركز فيها لانه ممكن طلعباتك شوي هيكون الفعل اخر واي الفعل اخر واي قبل الواي حرف ساكن واحنا قلنا قبل كده ان الانجليزي كله كله حروف ساكنة معادة خمس حروف متحركين اللي هم اي واي واي واو ويو لما يكون الفعل اخر واي وقبل حرف ساكن زي يصرخ وزي يشيل او يحمل كل ده واي وقبليه حرف ساكن لازم اشيل حرف واي وحط كانوا اي وضيف اي دي يبقى انا بضيف دي او اي دي او اي اي دي للافعال الا ايوه للافعال المنتظمة في زمن الباست سيمبل يعني في المضارع بنقول we watch tv at night احنا بنتفرج على التلفزيون بالليل لكن لما تيجي في الماضي اقول yesterday بالامس اي وات شد اي وات شد يبقى انا ضيف طيلها اي دي يبقى دا في الفعل المنتظم طيب الفعل غير المنتظم يعني ايه اصلا فعل غير منتظم اللي هو irregular verb او ممكن تلاقيها مكتوبة ببعض الكتب الافعال الشزة يعني فعل هيتغير هيتغير ال present لل past simple لل past perfect بيتصرف ثلاث تصريفات ولازم احفظه زي ما هو فعل مثلا اسمه go يعني ايه go يعني يذهب بتقول i go to the farm everyday بروح المزرعة كل يوم طب لو قلت انا رحت مبارح يبقى ما ينفعش تقول i go وما ينفعش تحطله ولا d ولا ed ولا i ed هقول i went to the farm انا ذهبت الى المزرعة يبقى الافعال دي هنشوف جزء منها على الشاشة اهو ودايما بنحفظها زي ما هي عندي irregular verb buy يعني ايه buy يشتري طيب put اشتر see يعني يرى والماضي منها so طب عندي هنا كلمة take يأخذ وتuk يعني اخذ طب عندي write الماضي منها root يبقى انت الافعال دي كل ما تشوف فعل شاز لازم تعرف التصريف التاني لي التصريف التاني بتاعه فين اللي هو هيعبر عن البست simple نشوف مع بعض في الامثلة دي بتعبر عن الزمن in the past in the past يعني في الماضي farmers used to carry heavy things كان الفلاحين اتتادوا انه هم يشيلوا اشياء سقيلة جدا ويتعبوا في العمل بتاعهم كان مجهود بدن كبير طب نمبر 2 بيقول الفاعل بتاعي اللي هو عندي كلمة they they collected يعني ايه collect يعني يجمع يبقى they collected the group جمع المحصول and and ايه exported it وصدره كمان يبقى انا عندي الفاعل collect حط نالو ايه ed وعندي الفاعل export حط نالو ed بقى exported وبدل collect بقت ايه collected ليه لان احنا في الباست سيم هنشوف المثال number 3 واضح جدا اوه she cleaned the house she cleaned the house يعني هي نظافة المنزل يبقى الحدث هنا انتهى وخلص وفين الفاعل برافو الفاعل عندك واضح اللي هو clean خلناها clean ضفنالها ed المثال اللي بعده بيقول i wrote my yesterday yesterday يعني بالامس i wrote my homework انا كتبت الواجب بتاعي الفاعل هنا فين الفاعل wrote روت ده شكله كده غريب عليك اه لان ده فاعل شاز اللي هو right الماضي منها wrote i wrote my homework yesterday انا كتبت الواجب امبارح كتبت الواجب الليلة الماضية الاسبوع اللي فات يبقى كل ده في الباست سيمبل بنشوف مع بعض الكويستشن how to make اكويستشن عايزك تركز في حاجة ان انا زي ما خدت اعمل جملة في الباست سيمبل ازاي بعمل سؤال في الباست سيمبل السؤال بيتكون من ايه في الماضي بص بص معايا كده على الشاشة واضحة هوا هيكون من did ذائد الفاعل وبعد الفاعل هنجيب الفاعل في المصدر بلاس انفينت طيب did فارمرز بلانت ذا لانت did فارمرز بلانت ذا لانت هل الفلاحين زرعوا الارض يبقى السؤال واضح قدامك نمبر وان جبت بعد يبقى جيب الفاعل بتاع الجملة جبت فارمرز بعد الفارمرز جبت الفاعل في الانفينت وبعد مكمل الكلام طيب نمبر تو did your جراند have a modern farm did your grand father هل جده كان عنده have يمتلك a modern farm مزرعة حديثة طيب لما يكون السؤال بdid انت بتجاوب بايه السؤال لو بدأ بdid هجاوب بyes أو نو يعني هقول لك did you play فوتبول لعبت كورا مبارع هتقول yes I did أو ممكن تقول no I did طيب did طيب السؤال كده بادئ بدد بعد did فاعل بعد الفاعل الفاعل فين في المظر طيب انا ممكن اجيب سؤال بطريقة تانية مايبدأش بدد ايوة ممكن تشوف سؤال يكون بيبدأ باداة استفهام اللي هي وط مثلا ماذا كيف يبقى هعمل ايه هجيب اداة الاستفهام قبل التركيبة اللي انت حفصتها مش انت حفصت انت بتجيب did وبعد did فاعل وبعد الفاعل الفاعل في المصدر اه هعمل ايه بقى هحط قدامهم اداة استفهام ايه بقى اصبح السؤال بيتكون من اداة استفهام وبعد كده did وبعد did الفاعل السوبجيك وبعد الفاعل الفاعل في المصدر ومكمل الجمل يعني ممكن اقول لك what did you do ماذا انت فعلت او where did you go what the farmers يبقى what did the farmers plant ماذا زرع الفلاح when did the farmers collect the groups يبقى جبت when وبعد ها did وبعد كده farmers وبعد كده الفاعل في المصدر يبقى ده طريقة السؤال في الماضي البسيط يأما did يأما اداة استفهام وبعد ها did وبعد did الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر لما تيجي تجاوب على سؤال بأعداد استفهام مش هينفع تقول yes أو no يعني لو قلت لك what did the farmers plant ماذا زرع الفلاح هتقول yes او لو جات لك في امتحان او لو جات لك في قطة ما ينفعش هنا اقول yes او ايه او no لازم اجاوب بجملة وتكون في الماضي هقول farmers planted مثلا in sugar can planted 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 cotton نشوف مع بعض امثلة تانية على الشاشة بيقول الwha question what did they grow what did they grow يعني ماذا زرعوا يبقى ادلت استفهام what اه و did they grow ماذا هم زرعوا عندي هنا how did she go to school how did she go to school كيف زهبت هي الى المدرسة يبقى السؤال متكون من الات استفهام what did والفاعل وبعد الفاعل بجيب الفاعل في المصدر وبعد كده اكمل الجملة when يعني ايه when متى when did they collect the crew متى جمعوا المحصور بنشوف حاجة تانية في زمن ايه الماضي البسيط عايزك تركز معايا شوي خدنا احنا الباست سيمبل يعني حدث انتهى في الباست في قاعدة مهمة جدا في الباست وبتكرر معاك في الامتحان اللي هي قاعدة used to يعني ايه used to يعني اعتاد ان يفعل شيء في الماضي والوقتي مش بيحصل يعني لما احنا نقول مثلا farmers used to work by their hands الفلاحين كان كل شغلهم باديهم لما اقول used to يبقى تعودوا على حاجة خلاص في الماضي الوقتي ايه اتغيرت لو انت مثلا بتصحى بدري وكنت زمان بتصحى متأخر فهتقول ايه i used to get up late i used to get up late اعتدت ان اصطيقز ايه متأخرا طالما انت جبت الاسترابتشار ده او التعبير ده انا هفهم ان العادة بتاعتك انتهت يبقى انت دلوقتي اوتوماتيكلي بتصحى ايه بدري اتعودنا ان احنا نلعب في الشارع يبقى دلوقتي احنا نلعبش في الشارع كلنا زمان بنسقي الزروع بتاعتنا والاراضي معظمنا بالقنال او او الترع دلوقتي لا بقت في ناس غيرت العادة معظم الناس غيرت كمان بدأت تستخدم الطرق الحديثة للرأي يبقى كده عندك كلمة used to في المضارع ولا في الماضي لا used to express about habit in the past عادة في الماضي ولم تعد تحدث ايه الان بص معايا كده على الشاشة شوف المثال ده الفارمرز used to plow their land by ox الفارمرز الفلاحين used to plow their land بيحرص الارض بتاعته by oxen oxen اللي هو الطور الكبير والمحرات البلدي النهاردة كتير من الفلاحين ما عندوش اصلا في الارض ايه محرات بدأ يستخدم ايه tractors الجرار الازدراعي to plow their land يبقى هنا بكلم عن ايه عن عادة في الماضي ولم تعد تحدث الان نشوف number two بيقول they used to grow seats they used to grow seats with their hands used to grow seats with their hands يعني بدري يبقى دلوقتي حضرتك مش بتصحى بدري بنشوف مثال تاني we didn't used to have mobiles هنا انا عملت ايه لو تلاحظ ان انا زي ما خدت فعل في البست خدت فعل في البست وخدت النجاتيف بتاعه قلت النجاتيف didn't زائد الفعل في المزر زي ما كنا بنعرف ان احنا ننفي الفعل في المضارع ب don't او doesn't النهاردة هركز ان انا هنفي الفعل في الماضي باستخدام didn't didn't زائد الفعل في المصدر طيب هناك كنا بنقول ان دو بتاخد حاجة وضلز بتاخد حاجة لا didn't رياحتك خالص هتيجي مع كل الضمائر يعني تقول i didn't we didn't she didn't وهي didn't مفيش مشكلة كل ضمائر الفاعل اللي انت بتستخدمها هتيجي معاها didn't وبعد didn't احط الفعل فين في المصدر واحد يجيب لي didn't ويروح برضو يقول i didn't played ويخلي فيها اي 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 دي او didn't collected لا لما هتيجي didn't سواء كنت بتنفي الجملة او لو بتجيب did في السؤال يبقى بعد did او didn't على طول خليك فاكر ما تنسهاش هتجيب الفعل فين في المصدر واتفقنا عن الانفينيتيف يعني فعل بدون اي اضافات مش بضيف له ولا s ولا d ولا ed ولا ing هنبص مع بعض كده بنشوف النيجتيف في الباص سيمبل بيقول لي we didn't we didn't use to have mobiles we didn't use to have mobiles اني انا دلوقتي ايه لم نعود ان احنا كان عندنا موبايلات يبقى العدد ديت ما كانتش موجودة الجيل بتاعنا مثلا وهو صغير زي كده ما كانتش معاه mobile phones يبقى didn't use to لم نعتاد ان نملك الموبايل طيب نمبر two farmers didn't use to have tractors التractors ده القرار اصدراعي ما كانش موجود زمان على ايام جدي وجدك there were no tractors ما كانش في جرارات يبقى هانين في الفعل هقول farmers الفلاحين واجب بعدها didn't وبعد didn't بجيب الفعل في المصدر اللي هو didn't use to have tractors number three she didn't use to have a microwave لم تكن عندها ايه microwave هي لم تعد بذلك المايكرو ويف ما كانش موجود عنده بنوصل لحاجة جديدة عندنا في الوحدة وبتكون تقريبا اخر عنصر معانا في وحدتنا النهاردة اللي هو عندك في كتاب المدرسة بيقول work with your english اشتغل بالانجليزي اللي انت ايه بتتعلمه والجزئية ديت مهمة جدا لانها increase your vocab بتزود الفوكابلري بتاعتك وازاي تستخدمها نشوف اول كلمة بيقول short hair short hair معروفة يعني شعر قصير يبقى هنا في صفة وفي ايه موصوف عايزك تركز معانا شوي يعني ايه صفة ويعني ايه موصوف انا عندي ال adjective adjective يعني كلمة بتوصف الاسماء زي ما بقول good بقول tall بقول beautiful ممكن بقول expensive ممكن اقول cheap ممكن اقول ايه prices gold silver كل دي صفات لمنتج معين او اللون بتاع الحاجة باعتبره صفة برضو ليها طب ازاي دي الوقت انا هوصف يعني اجيب الصفة بعد الاسم ولا قبل الاسم لا لازم تركز ان الصفات تأتي قبل الاسماء احفظها كده adjectives before nouns الصفة قبل الاسم يعني بقول مثلا tall boy ولا طويل وممكن اقول beautiful girl اقول بنت جميلة وممكن اقول new modern methods of agriculture طريقة زراعة حديث يبقى انا دايما هركز ان الصفة before nouns الصفات قبل الاسماء او بعد ايه او بعد verb to be اللي هو am او is او are ينفع ييجي بعديهم الصفة اللي انت مثلا ممكن تقول i am tall i am tired اوكي she is tall ممكن نقول it is expensive انه ايه غير يبقى انا عندي الصفات قبل الاسماء او في الصفات اللي جايبها عندك في الكتاب علشان تتعلم how to describe others ازاي بوصف الاخر لابس ايه شكله ايه لونه ايه شعر ايه نبص مع بعض ونشوف short hair يعني شعر قصير dark hair اه يعني شعر ايه اسويت غامق جدا brown hair الشعر البني tall man رجل طويل ادي صفة ايه fat man رجل سمين thin thin يعني نحيف يبقى كل دي صفات وadjective بتكون قبل الاسماء شوف المثال بيقول ايه he is wearing he is wearing هو يرتدي دلوقت انا شايفه قدام عنايا blue shirt and black trousers بنقول he has long curly fair hair هي تمتلك curly fair hair and green eyes وعيون خضراء he has short curly brown hair and blue eyes وهيكون الايه الblue eyes كده اكيد وصلنا مع بعض لنهاية المحتوى بتاعنا النهاردة بفكرك احنا النهاردة خدنا ايه خدنا محتويات النص الخطاب الرسمي ازاي تبعط خطاب خدنا ازاي تستخدم الصفات بطريقة صحيحة خدنا الفرق ما بين المزارع دلوقتي والمزارع في الماضي كدنا ازاي تعبر عن الاحداث بتاعتك في الباست سيمبل وعملنا كمان مراجعة على يونت وان وطو يعني اتمنى ليكم جميعا دوام النجاح والتوفيق وان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقات قادمة وتكون فيها مراجعات اكتر واكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته